دقلا وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح إذا أصبح العبد وأمسه وليس همه إلا الله وحده تحمل الله سبحانه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته وإن أصبح وأمسه والدنيا همه حمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق ولسانه عن ذكره بذكرهم وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره فكل من أعرض عن عبودية الله تعالى وعن طاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته قال تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين صدق الله العظيم الجاهل يشكو الله إلى الناس وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه فإنه لو عرف ربه لما شكاه ولو عرف الناس لما شكاه إليهم ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته فقال يا هذا والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك وفي ذلك قيل وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم فالمراتب ثلاثة أخسها أن تشكو الله إلى خلقه وأعلاها أن تشكو نفسك إلى الله تعالى وأوسطها أن تشكو خلقه إليه دقلا وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح ترجمة نانسي قنقر